بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم 19 لأن باقي الأرقام موجودة على قناتنا في اليوتيوب هي قناة الأستاذ نور الدين أنصح بي شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة وشاملة قال واحد روماني نعتبر F الدالة العددية المعرفة على المجال من ناقص 1 على 2 إلى زائد وما لا نهاية كما يلي F لإكس سيكون 1 زائد 2 في لغة 2X زائد 1 على 2X زائد 1 كل مربع قال CF تمثيلها البيان في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس أو إي جي قال واحد أحسب النهايتين لميت F لإكس لما إكس يول إلى ناقص 1 على 2 بقيم أكبر ولميت F لإكس لما إكس يول إلى زائد ما لا نهاية ثم فسر نتيجتين بيانيا هنا أكيد مستقيمات المقاربة ثانيا ألف قال بين أن من أجل كل إكس من المجال من ناقص 1 على 2 إلى زائد ما لا نهاية قال أن F فتحة لإكس سيكون 1 ناقص 8 في لغة 2X زائد 1 على 2X زائد 1 مكعب قال أدرس اتجاه تغير الدلاء ثم شكل جدول تغيرتها ثالثا قال حل في المجال من ناقص 1 على 2 إلى زائد ما لا نهاية المعادلة F لإكس سيكون 1 صفر ثم استنتج إشارة F لإكس رابعا قال بين أن المنحنة CF يقبل نقطة إنعطاف أوميغا يطلب تعيين إحداثيها ثم أنشئ سيئة في المعلم السابق إثناني روماني قال لتكن الدلاء جي المعرفة على المجال من ناقص 1 على 2 إلى زائد ما لا نهاية كما يلي جي لإكس سيكون 2 في قوس ناقص X زائد لغة 2X زائد 1 واحد ألف قال أدرس اتجاه تغير الدلاء جي قال بين أن للمعادلة جي لإكس سيكون 0 حلين أحدهما معدوم والآخر ألفا حيث ألفا محصور ما بين 1.2 و1.3 جيم قال استنتج إشارة جي لإكس إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال أحسب النهايتين لاحظون أن ننطلق بالنهاية الأولى التي قال للمعادلة جي لإكس لما الإكس يؤول إلى ناقص 1 على 2 بقيام أكبر تصبح لنا تساوي للمعادلة جي لإكس سيكون 1 زائد 2 في لغة رتمة إثنان إكس زائد 1 على إثنان أفوا على إثنان إكس زائد واحد الكل مربع أكيد لما الإكس يؤول إلى ناقص 1 على إثنان بقيام أكبر دقيقوا هنا أرجوكم حتى تتعلموا الآن ما رأيكم أبنائي لو نأتي لأن حتى نضع نهاية الشهيرة ما رأيكم أن نقول نضع ت تساوي إثنان إكس زائد واحد ما معنى؟ معنى هنا توضع ت وهنا توضع ت معنى تصبح لكم هكذا تصبح لنا لميت 1 زائد 2 في لغة رتمة ت على ماذا؟ على ت مربع لماتي الآن يقول إلى ماذا؟ الآن ركزوا إذا كان عندنا الإكس قلنا يقول إلى ناقص 1 على إثنان بقيام أكبر ما رأيكم أبنائي لو نأتي ونعوذ هنا؟ الشيء الذي نجده هو الذي يقول إليها ت لاحظوا إثنان في ناقص واحد على إثنان زائد واحد يذهب هذا مع هذا تصبح لنا ناقص واحد زائد واحد كم؟ صفر إذن هذه القيمة التي نجدها هي التي يقول إليها الت يصبح لنا الت يقول إلى صفر بقيام أكبر الآن ركزوا معي أرجوكم فتصبح لنا النهاية نضع هذا الفاصل هكذا النهاية تصبح لنا الليميت ماذا؟ واحد هكذا لاحظوا على تي مربع في نكتب هنا في واحد زائد إثنان في لغة رثمة تي هكذا لم أفعل شيء لم تي يقول إلى الصفر بقيام أكبر قمت بالتفكيك يعني واحد على تي يضرب في هذه القيمة إذا كان عندنا أعلى بي أعلى بي فيسوينا أ في أو يسوينا واحد هكذا كذلك واحد على بي في أ يعني قمت بالتفكيك الآن لاحظوا وانتبهوا أرجوكم عندنا بعض النهاية الشهرة المعروفة أنه لان تي لما تي يؤل إلى الصفر بقيام أكبر هذه مشهورة أنها ناقص مال نهاية معنى هذه كم تعطي لكم؟ تعطي لنا ناقص مال نهاية يبقى لنا الآن هذا الجزء عندنا كذلك أن نلمت واحد على تي مربع لما تي يؤل إلى الصفر بقيام أكبر تعطي لنا واحد على زير زائد أو صفر زائد تسوي لنا زائد مال نهاية هكذا إذن فتصبح لنا ماذا؟ هذه أعطت لنا زائد مال نهاية ضرب ناقص مال نهاية تسوي لنا ناقص مال نهاية فقط أرجو قد فهمتم الفكرة لماذا؟ لأن هذه أعطت لنا زائد مال نهاية وهذه ناقص مال نهاية الواحد هذا لا تهتم إليه فتصبح لنا زائد مال نهاية في ناقص مال نهاية إذن قلنا تصبح لنا زائد مال نهاية في ناقص مال نهاية X يسوي لنا ناقص واحد على اثنان كيف هو مستقيم إذن معادلة معادلة مستقيم مقارب كيف هو عمودي لمن؟ أرجو قد فهمتم هذا التفسير البياني بعدما أنهينا الآن مع الجزء هذا قلت نأتي الآن إلى الزائد مال نهاية يقول limit F لX لما X يقول إلى زائد مال نهاية يساوي يساوي أنه كذلك هنا لاحظوا تصبح limit 1 زائد 2 في لغة 2 2X زائد 1 على 2X زائد 1 الكل مربع لما X يقول إلى زائد مال نهاية ويصبح يساوي كذلك نضع نفس الشيء نضع T يساوي إثنان X زائد 1 إذا كان X يقول إلى زائد مال نهاية آتوا بهذه القيمة ووضعها هنا نصبح لنا 2 في مال نهاية 2 زائد 1 هي مال نهاية صبح لنا T يقول إلى زائد مال نهاية أعيد آتوا بهذه القيمة وعودوا هنا الشيء الذي تتحصلنا هو الذي يقول إلى T يصبح T يقول إلى زائد مال نهاية معناها تصبح لنا هكذا limit واحد زائد اثنان في لغة رثمة تي على تي مربع لما تي يقول الى زائد ملا نهاية وتصبح لنا تساوي يمكن ان نفاكي تصبح لنا لميت ماذا لميت واحد على تي مربع ثم زائد اثنان في لان تي على تي مربع لما تي يقول الى زائد ملا نهاية لكن عندنا نهاية شاهرة ما هي تقول تقول ان لان تي على تي وان حيث ان عدد طبيعي يختلف عن صفر لما الاكس يقول الى زائد ملا نهاية هذه تساوينا الصفر معنى هذا يبطينا الصفر وواحد على المال نهاية كذلك لان هذه واحد على المال نهاية يساوي الصفر ومنه ماذا تساوي تساوي لنا الصفر نقول كم يساوي يساوي صفر معادلة المستقيم المقارب ماذا الافقي حتى نفهم جيدا اكيد بجوار الزائد ملا نهاية لما نجد نحسب النهاية عند العدد عند المال نهاية ونجدها عدد فنقول ي يساوي ذلك العدد مستقيم مقارب افقي الان بجوار ماذا بجوار الزائد ملا نهاية فقط ابنائي بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى ثانيا الالف قال بين ان من اجل كل اكس من المجال اللي هو مجال التعريف من ناقص واحد على اثنان الى زائد مانا ان افتحة لأكس تساوي لنا ناقص ثمانية في لغة اثنان اكس زائد واحد على اثنان اكس زائد واحد مكعب اذا نكتب هنا البرهان ان ماذا ان افتحة لأكس تساوي لنا ناقص ثمانية في لغة اثنان اكس زائد واحد على اثنان اكس زائد واحد لكل مكعب من اجل ماذا من اجل اكس ينتمي من ناقص واحد على اثنان اعفوا من ناقص واحد على اثنان الى غاية زائد مانا لاحظ نقول الدلالة اف قابلة او تقبل اقبل الاشتقاق على المجال من هو الذي هو من ناقص واحد على اثنان الى زائد مانا الدلالة المشتقة تصبح تصبح لنا اف فتحة ل اكس تساوي نضع خط كسر هكذا وننطلق لا تنسوا ان عندنا هنا كسر عندنا اي على في ماذا يساوي يساوي مشتق البسطي في المقام يناقص المشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع هذا هو القانون تعالوا ننطلق تصبح لنا مشتق البسطي مشتق هذا الواحد كم انه صفر اذا صفر ثم زائد اثنان في مشتق لغة ثم اثنان اكس زائد واحد هذا المشتق مشتق الدلالة المشتق بداخل اللان يعني مشتق هذه القيمة اللي هي اثنان على الذي بداخل اللان الذي هو اثنان اكس زائد واحد ما نحن تصبح لنا هنا اثنان على اثنان اكس زائد واحد اذا قلت ودققوا معي ارجوكم حتى لا تخطيلت الامور عليكم إذن الواحد ذهب إلى الصفر هذا الاثنان أتركه يتبع ها هو مشتق اللغة الاتم هو مشتق ما بداخل لا لهو اثنان على الذي بداخل لا أكتب على الذي بداخل لا هنا في المقام لهو اثنان اكس زائد واحد مشتقي البسطي في المقامي الذي هو كم الذي هو اثنان اكس زائد واحد مربع ناقص مشتق الآن اثنان اكس زائد واحد الكل مربع ماذا يساوي تقول قاعدة هذا ينزل إلى هنا صبح لنا إثنان في مشتق هذا الذي بالداخل كم الذي هو إثنان في العبارة التي هي إثنان إكس زائد واحد نقص لها درجة بعدما كانت قوة إثنان صبح لنا قوة واحد إذا المشتق قدل قوة آن يعني بصفة عامة إذا قلنا آف قوة آن مشتق قوة يسوينا آن في آف فتحة في آف لآن نقص واحد نقص واحد أرجو قد فهمتم الفكرة الآن معناه كم نتحصل نتحصل على إثنان في إثنان اللي هي كم؟ اللي هي أربعة فصبحنا أربعة في إثنان إكس زائد واحد الآن مشتق المقامي نعود في ماذا؟ في البسطي البسطي اللي هو واحد زائد إثنان في ماذا؟ في لغة رتمية إثنان إكس زائد واحد هكذا على المقام مربع يعني إثنان إكس زائد واحد بعدما كانت مربع تصبحنا قوة 4 لأن 2x زائد 1 لكل مربع لكل مربع تعطي لنا كم قوة القوة تسوي جداء القوتين فاصبحنا قوة 4 الآن أركزوا ماذا يحدث أولا عندنا هذا يذهب مع هذا هذا الأمر الأول بعدما يبقى هنا كم يبقى لكم يبقى لنا هنا قوة 1 كذلك نختزل 1 من هنا و1 من هنا و1 من هنا بقاعدة الاختزال أرجوكم انتبهوا كانت عندنا 2x زائد 1 مربع على 2x زائد 1 أنا أتحدث في هذه النقطة ذهب هذا مع هذا بقيت لنا 2x زائد 1 ولا تنسوا أنه يوجد هنا كذلك فاختزلتهم مثل ما ترون هنا بالألوان الآن بعدها ماذا يتحصل نتحصل على f فتحة لx تساوي نضع خط كسر هكذا الآن بعدما ذهب ذهب هذا وهذا وهذا كما يبقى؟ يبقى لكم 2 في 2 الذي هو كم؟ الذي هو 4 ناقص هذا ذهب ثم أنشر هذا في هذا يصبح لنا ناقص 4 وهذا في هذا يصبح لنا ناقص 8 في لغة لثمة 2x زائد 1 على المقام لهو 2x زائد 1 الآن بعدما اختزلنا 2x زائد 1 اختزلناها وتبقى لنا قوة 3 لأنها كانت قوة 4 فاختزلنا واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا تبقى لنا قوة 3 فماذا ينتج؟ أنه هذا يذهب مع هذا فماذا ينتج؟ يبقى لنا ومنه f فتحة لx تساوي ناقص 8 في لغة لثمة 2x زائد 1 هذا 2x زائد 1 مو كعب وإن قلت مو كعب وإنه الجواب نقول ومنه فقط أرجو قد فهمتم القاعدة يا أبناء لحساب هذه المشتق بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى قال أدرس اتجاه تغير الدلة f إذن نكتب هنا با دراسة اتجاه تغير ماذا؟ تغير الدلة f أكيد على مجال تعريفها نقول لدراسة اتجاه تغير ماذا؟ تغير الدلة f ندرس إشارة ماذا؟ f فتحة لx لاحظ هنا وانتبهوا يا أبنائها هي f فتحة لx أولا عندنا هذا المقام إنه موجب تماما لماذا؟ إذن إن 2x زائد 1 الكل قوة 3 هذه موجبة تماما على المجال من؟ على المجال وهو من ناقص 1 على 2 إلى زائد ما لن يقول أحدكم لماذا؟ لو نأتي الآن ونضع جدوى الإشارة لـ 2x زائد 1 ينعدم عندنا ناقص 1 على 2 هنا نقول نفس وهنا عكس تخيلوا الآن لو نرجع لها قوة الثلاثية القوة الثلاثية مثل القوة الفردية الآن مجموعة التعريف من أين؟ من هذا المكان انظروا كيف هي؟ لأن مجموعة التعريف من ناقص 1 على 2 إلى زائد ما لا نهاية الآن معناه نحتاج المجال هذا فقط كيف هو المجال هذا؟ قيمه مجموعة إذن لا نحتاج الآن فإن إشارة ماذا؟ فتحة لـ x من إشارة ماذا؟ من إشارة ناقص 8 في لغة لثمة 2x زائد 1 لأن قلت وأعيد أنه هذه القيمة موجبة في هذا المجال قلت في هذا المجال فقط الآن نأتي ونلاحظ جيدا إذا قلنا هكذا ناقص 8 نحلها كمعادلة يجوز أن نحلها نقول ناقص 8 في لغة لثمة ماذا؟ 2x زائد 1 لو نجعلها تساوي الصفر انتبهوا معي مع احترام مجموعة التعريف دائما هذه مجموعة التعريف إذن عندنا نحن فإن هل هذا يساوينا الصفر مستحيل؟ إننا عندنا ناقص 8 أولا لا يساوي الصفر من هو الذي يساوي الصفر؟ لهو لغة لثمة 2x زائد 1 هو الذي يساوي الصفر عندنا خاصية التي تقول أسية لغة لثمة تساوي لنا مع ا قيمة مجابة تماما يمكن أن ندخل من هنا الأسية ومن هنا الأسية فماذا ينتج؟ تصبح لنا أسية لغة لثمة 2x زائد 1 تساوي لنا أسية الصفر من هذه القاعدة التي تلاحظون أن الأسية ولغة لثمة يذهبان فيتركني 2x زائد 1 يساوي لنا أسية الصفر كم؟ هي واحد فيذهب هذا مع هذا إذا قلت فيذهب هذا مع هذا تصبحنا 2x تساوي الصفر أي أنه 0 على 2 الذي هي الصفر حذر أن يقول أحدكم ناقص 2 الآن يمكن أن نعطي جدول إشارة منه نعطي اتجاه التغيير ركزوا الأمر أصبح الآن جد بسيط إن أحببنا أن نجعله بسيط لاحظوا جيدا إذن هكذا ثم هكذا ثم هكذا دقيقوا هنا كيف يمكن ملء هذا الجدول وبطريقة جد بسيطة لاحظوا أولا عندنا قلنا العبارة غير معرفة عند الناقص نصف إذن نضع هنا قيمة ممنوعة إذن ناقص 1 على 2 إذن قلت ناقص 1 على 2 وهنا عندنا الزائد ما لا نهاية عندنا x وعندنا f فتح لx لاحظوا جيدا أين تنعدم هذه المشتقة قلنا تنعدم عند الصفر إذن نضع هنا صفر ونضع هنا هكذا لاحظوا وانتبئوا معي تقول القاعدة إذا أتينا إلى هذه العبارة لمعرفة إشارة هذه العبارة هنا أنصحكم أن تضربوا إشارة هذا الذي في الخارج في إشارة هذا الذي في الداخل يعني هذا كيف هو ناقص وهذا زائد الناقص في الزائد ماذا يعطي لكم يعطيه ناقص فنتحصل على نفس عكس انظروا وتتابعوا لو كانت عندنا هنا ثمانية فتصبح لنا زائد في زائد ماذا يعطيه زائد إذن هنا نفس زائد وهنا عكس إذن هنا ناقص وهنا زائد الناقص في الزائد يعطيه ناقص إذن ها هي النفس نفس دائما نقوله هنا نفس نفس ماذا نفس الإشارة التي تتحصن عليها زائد في ناقص إذن ناقص زائد لو كانت هنا زائد وهنا زائد لقلنا زائد في زائد يعطينا زائد إذن هنا زائد وهنا ناقص نقول ومنه الدالما ف كيف هي متزايدة تماما على المجال الذي هو من ناقص واحد على اثنان إلى الصفر ومتناقص تماما على المجال عفوا على المجال من هو المجال الذي هو من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وهو اتجاه التغير نأتي الآن إلى ثم شكل جدول تغيرته إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدال اف إذن عندنا اكس من ناقص واحد على اثنان كقيمة قلنا ممنوعة للمشتقة ولدال إذن هذا الأمر أول نشطبه هكذا حتى نعرف أنها قيمة ممنوعة إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الزائد ما لا نهاية عندنا اف فتحة لإكس قلنا إن عدمت عند الصفر وننقل الإشارات هنا قلنا ناقص وهنا زائد ثم عندنا مجال الصور لهو اف لإكس إذن زائد معناه نصعد هكذا ثم ننزل هكذا وجدنا هنا وجدنا عند الناقص واحد على اثنان بقيمة أخبر وجدناها ناقص ما لا نهاية وهنا وجدناها كم؟ وجدناها الصفر ونقوم بحساب صورة الصفر بالدالة اف إذن عندنا هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد زائد اثنان في لغة لتم واحد على ماذا؟ على صفر زائد واحد الكل مربع أكيد هذه لغة لتم الواحد هو صفر تصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد على واحد مربع وتسوي لنا واحد إذن صورة الصفر بالدالة اف إنه واحد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى ثالثا قال حل في المجال من ناقص 1 على 2 إلى زائد من النهاية المعادلة f لx تساوي الصفر إذن نكتب هنا ثالثا حل المعادلة من هي المعادلة التي هي f لx تساوي الصفر في المجال من هو من ناقص 1 على 2 إلى غاية الزائد من النهاية المجموعة التعريف إذن لاحظوا جيدا نقول f لx يساوي الصفر أي ماذا؟ أي أن 1 زائد 2 في لغة رتم 2x زائد 1 على 2x زائد 1 لكل مربع تكون تساوي الصفر عندنا في الرياضيات a على b يساوي الصفر أي ماذا؟ a هو الذي يساوي الصفر أما b فلا يساوي الصفر احترام مجموعة التعريف إذن هذا ماذا؟ يعني أن 1 زائد 2 في لغة رتم 2x زائد 1 هو الذي يساوي الصفر نأتي بهذا ننقله إلى هنا نصبحنا 2 في لغة رتم 2x زائد 1 يساوي لنا ناقص 1 إذن قلنا يساوي لنا ناقص 1 هذا إذا انتقل أكيد سوف يأتي إلى هنا وينزع من هذا الموضع ندخل قاعدة الأسية نحن نعلم أن أسية اللغة رتم a تساوي لنا a مع a قلنا قيمة مجابة ثمما لما ندخل الأسية تصبحنا أسية لغة رتم 2x زائد 1 تساوي لنا أسية ناقص 1 على 2 يذهب هذا مع هذا بقاعدة هذه القاعدة الزرقاء فماذا ينتج؟ ينتج لنا 2x زائد 1 يساوي لنا أسية ناقص 1 على 2 ننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج؟ يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا 2x يساوي لنا ماذا؟ أسية ناقص 1 على 2 ناقص 1 ومنه x يساوي لنا أسية ناقص 1 على 2 ثم ناقص 1 على 2 إذن هذه هي قيمة إذن X يصبح يسوي بما أن قال مجموعة وهذه القيمة إنها تنتمي إلى هذا المجال يعني هذه تنتمي إلى المجال من ناقص واحد على إثنان إلى الزائد ما لا نهاية أي يصبح إذن S لها مجموعة الحلول بما أن قال حل معدلة هي أسية ناقص واحد على إثنان ناقص واحد على الكل على إثنان هذا هو حل هذه المعادلة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى ثم استنتج إشارة الأفلي إكس إذن نكتب هنا استنتاج إشارة ماذا؟ أفلي إكس أكيد على ماذا؟ على المجال إذن قل تعالى المجال الذي هو من ناقص واحد على إثنان أكيد إلى الزائد ما لا نهاية لاحظوا هنا يمكن أن نلخص هذه الأمور كليا في جدول بسيط هو يعطي لنا إشارة الأفلي إكس لاحظوا وانتبهوا فقط إذن هكذا وهكذا أولا مجموعة التعريف علينا أن نعينها إذن ها هي مجموعة التعريف إذن تصبح لنا ركزوا إذن قلنا ها هي مجموعة التعريف إذن نكتب هنا من ناقص واحد على إثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية عندنا إكس وعندنا أفلي إكس نلاحظوا هنا أين تنعدم هذه الأفلي إكس تنعدم عند هذه القيمة إذن نكتبها القيمة التي هي أسية ناقص واحد على إثنان ناقص واحد الكل على ماذا؟ على إثنان ثم عندنا رمز الإنعدام هكذا هنا نفس الشيء تضربونا إشارة هذا الذي في الخارج في إشارة هذا الذي في الداخل ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد إذن هنا ضعوا نفس وهنا عكس أما لو كانت مكتوبة هكذا واحد ناقص اثنان في لغة إثنان إكس زائد واحد هنا نضرب هذا الناقص في هذا الزائد الناقص في الزائد يعطي لنا ناقص نصبح لنا هنا ناقص وهنا عكس زائد أرجو قد فهمتم الفكرة مثل ما شرحنا في الأول هذا هو جدول إشارة الأف لإكس على هذا المجال فقط أبناي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال رابعا بيّن أن المنحنى سي أف يقبل نقطة إنعطاف أوميغا يطلب تعيين إهداء ثيية إذن نكتب هنا البرهان أن سي أف ماذا؟ يقبل نقطة إنعطاف إنعطاف أوميغا إذن يطلب إحداثية أولا حتى تكون حتى هذا سي أف يقبل نقطة إنعطاف يجب أن المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشاطرة إذن نقول حتى سي أف يقبل ماذا؟ يقبل نقطة إنعطاف في الحال العام إنعطاف يجب أن ماذا؟ المشتقة الثانية من هي؟ اللي هي F فتحتين لـ X تنعدم وتغير إشارتها لاحظوا وانتبهوا نأتي نقول الدالة F فتحة كيف هي؟ قابلة للإشتقاق على ماذا؟ على المجال من ناقص واحد على اثنان إلى زائد ما نهاية ودالة والمشتقة ما تصبح تصبح لنا F فتحتين لـ X يساوي إذن هذه حتى تتفهموك كنتيجة هذه يا ابناء لاحظوا جيدا الآن ننطلق في العمل إذن نأتي إلى هذه المشتقة ونشتقها مرة أخرى لكن تحتاج إلى التركيز معي جيدا إذن نقول مشتق البسط مشتق البسط ماذا تصبح تصبح ناقص ثمانية في مشتق اللغة يثم قلنا مشتق ما بداخل الله اللي هو إثنان على إثنان إكس زائد واحد مشتق ما بداخل اللغة يثم على الذي بداخل اللغة يثم أما الناقص ثمانية كل دالة إذا كان مضروف فيها عدد في المشتقة فيبقى يتبع لا دخل الله فيه إذن مشتق البسطي في ماذا؟ في المقام الذي هو إثنان إكس زائد واحد كيف؟ انظروا نحن نتحدث مع هذا المثال إذن مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام مشتق المقام هو ثلاثة في إثنان في إثنان إكس زائد واحد أقول لحدكم لماذا؟ لأن إثنان إكس زائد زائد واحد لكل قوة ثلاثة تحدثنا وقلنا هذا ينزل تصبح لنا ثلاثة في مشتق الذي بالداخل الذي هي إثنان في العبارة بعدما كانت تصبح لنا إثنان إكس زائد واحد بعدما كانت قوة ثلاثة تصبح لنا قوة إثنان معناه هنا وهكذا حتى تفهموا جيدا مشتق المقام الآن في البسط الذي هو ناقص ثمانية في لغة رتمة إثنان إكس زائد واحد على المقام ماذا؟ على المقام مربع المقام هذا تخيلوا إذا ربعناه تصبحنا قوة ستة ليس قوة خمسة تصبحنا إثنان إكس زائد واحد الكل قوة ستة لكن نركزوا الآن سوف تحدث بعض الاختزالات أولا ننزع واحد من هنا ويحد من هنا كم يبقى لكم هنا؟ يبقى لنا هنا إثنان إكس زائد واحد مربع الآن ننزع من واحد إثنان من هنا وإثنان من هنا وإثنان من هنا يعني إثنان إكس زائد واحد لكل مربع ننزعها فتصبح لكم كم؟ تصبح لنا أف فتحة لإكس يساوي دقيقوا هنا أرجوكم هنا كم يبقى لكم؟ يبقى لكم إلا هذا العدد له نم كم؟ ناقص ستة عشر ثم عندنا هذا في هذا كم؟ ناقص ستة في ناقص ثمانية يصبح لنا ثمانية وأربعون يعني ستة تصبح لنا ستة في ثمانية يعني ناقص ستة في ناقص ثمانية معناه ثمانية وأربعون في لغة رتم إثنان إكس زائد واحد هكذا على إثنان إكس زائد واحد الكل قوة أربعة لأننا نزعنا نزعنا من هنا اثنان ومن هنا اثنان ليس الاثنان إنما إثنان إكس زائد واحد بعدما نزعناها كانت قوة ستة كم تصبح تصبح لنا قوة أربعة يمكن الآن أن نستخرج الستة عشر عن مشترك في البص تصبح لنا ستة عشر في ناقص واحد زائد ثلاثة في لغة رتم إثنان إكس زائد واحد هكذا على ماذا على إثنان إكس زائد واحد الكل قوة أربعة إذن قلنا ماذا قلنا المشتقة الثانية ها هي المشتقة الثانية نأتي الآن نبحث عليها أين تنعدم ونضع لها جدول الإشارة إذن نأتي الآن إلى نضعها تنعدم نقول آفتها تين إذن آفتها أرتين لإكس يساوي's سفر أي ماذا من هو الذي يساوي's zero البصد هذا الجزء هو الذي يساوي's zero من الذي هو ناقص واحد زائد ثلاثة في لغة رتم إثنان إكس زائد واحد هو الذي يساوي's zero لأن ستة عشر لا يساوي's zero هذا مستحيل يساوي's zero هذا الأمر الأول إذن ننقل هذا إلى هنا فماذا ينشبه لنا ثلاثة في لغة رتم إثنان اكس زائد واحد يسوي لنا كم واحد ومن هنا ننزع هذا الثلاثة من هنا ويصبح موضوع هنا ندخل السية على كل طرف بحينا السية اللغة رثمة اثنان اكس زائد واحد تسوينا السية واحد على ثلاثة الآن يذهب هذا مع هذا فتصبح اثنان اكس زائد واحد يسوينا السية واحد على ثلاثة ننقل هذا الى هنا بحينا اثنان اكس زائد واحد على اثنان افوا على ثلاثة هكذا ناقص كم ناقص واحد ومنه اكس يسوي لنا نضع خط هكذا السية واحد على الثلاثة ناقص واحد على اثنان هذه تعدم المشتقة الثانية بعدما وجدنا انعدام المشتقة ثانية وتغير اشارتها معناه ماذا نفعل نضع جدول الاشارة للمشتقة الثانية ليس المشتقة الاولى لان نقلنا المشتقة الثانية تنعدم وتغير الاشارة اذا نضع هكذا ونضع هكذا وانتبه ارجوكم الامر جدا بسيط لكن يحتاج الى نوع من التركيز اولا المشتقة هذه كذلك غير معرفة عند الصفر تبقى دائما عفوا اذا نقلنا غير معرفة عند الصفر اذا عندنا اكس من ناقص واحد على اثنان الى الزائد ما لا نهاية وعندنا اف فتحتين ل اكس اين انعدمت انعدمت ها هي اين انعدمت انعدمت عند الصفر واحد على ثلاثة ناقص واحد الكل الكل هكذا على اثنان نضع هنا هكذا لاحظوا اذا قلت هكذا مثل ما تحدثنا في الاول هنا ننظر الى هذا في هذا اعطى لنا زائد اذا نفسه عكس هل شروط تحققت مشتقة الثانية تنعدم وتغير اشرتها نعم نقول ومنه سي ااف يقبل نقطة ماذا نقطة انعطاف ماذا اذا سمينا هذه النقطة يا ابني ا احداث هي ما هما هم السية واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنان واف لسية واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنان هذه هي ماذا هي احداثيات هذه نقطة انعطاف كما يمكن ان نأتي الى عبارة الدلة ونأتي وننطلق في عملية التعويض لاجاد هذه القيمة اذا لاحظوا نأتي الى هنا وهكذا وننطلق لنعوذ لاجاد احداثيها بالضبط اذا ننطلق ابنائي لنعوذ سبحانا ااف لي السية واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنان تساوي نعوذ هذا الامر هذا في هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع فتصبح لنا ماذا تصبح لنا واحد زائد اثنان في لغة يثم ماذا لغة يثم اثنان في السية واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنان ثم زائد واحد ركز جيدا هكذا على اثنان في السية واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنان ثم ماذا ثم زائد واحد هكذا لم أفعل شيء. لاحظوا ماذا ينتج؟ ينتج أنه هذا مع هذا يذهب وهذا مع هذا يذهب. عندنا هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع ذا. يقول أحدكم لماذا؟ لأن هذا تبقى لنا أسية واحد على ثلاثة ناقص واحد زائد واحد. ها هو ذهب. لاحظتم؟ يعني لم أفعل شيء. بعدها ماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوي لنا واحد زائد اثنان في لغة إثماء أسية واحد على ثلاثة. على كذلك هنا لا نسى التربيع لأنها عندنا التربيع. إذن تصبح لنا أسية واحد على ثلاثة الكل مربع. هذا له الحق أن ينزل إلى هنا. تصبح لنا واحد زائد اثنان في واحد على ثلاثة في لغة إثماء الأسية على ماذا؟ على أسية اثنان على ثلاثة لأن القوة تساوي جداء القوتين. ركزوا جيدا أرجوكم. الآن هذا معروف أنه واحد. تصبح لنا كم واحد زائد اثنان على ثلاثة الكل على أسية ثلاثة اثنان عفوا. اثنان على ثلاثة. هذا له الحق أن يصعد إلى هنا ويغير الإشارة ونوحد هنا المقام. إذن هنا في ثلاثة. فصبح لنا تساوي لنا كم؟ تساوي لنا خمسة على ثلاثة. لما نجمع هذا مع هذا. وهذا إذا سعد غير إشارة قوة. فصبح لنا ناقص اثنان على ثلاثة. إذن فصبح لنا النقطة احداثية هماهم. هم أسية واحد على ثلاثة. عفوا. ناقص واحد على الخط على اثنان. وماذا؟ وخمسة على ثلاثة. عفوا. نطلبه بخط أوضح. وخمسة على ثلاثة. في أسية ناقص اثنان على ثلاثة. هذه هي نقطة الانعطاف فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي أبنائي إلى ثم أنشئ سي أف. إذن في الإنشاء لسي أف. أولا عندنا نقطة الانعطاف. هذه لما نقوم بحساب. بالآل الحسبة نجد قيم تقريبية. التي هي هذه القيمة نجدها بالتقريب. صفر فاصل عشرون. والترتيبة نجدها صفر فاصل خمسة وثمين. لماذا؟ لأن هذه سوف تساعدنا في الرسم. إذن إذا قلنا صفر فاصل عشرون ها هي لاحظوا بالتقريب في هذا الموضع. وصفر فاصل خمسة وثمانون أكيد تكون في هذا الموضع هنا نضع النقطة ماذا؟ النقطة آ. عندنا كذلك قمنا بحل المعادلة آف لإكس تساوي الصفر وجدنا الحل هو هذا. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه سي آف يتقاطع مع محور الفواصل في النقطة ذات الإحداثية اللي هي هذه لما قمنا بحساب بالآل الحسيبة وجدناها كذلك صفر فاصل عشرون. بالناقص أكيد. إذا ناقص لاحظوا جيدا. إذا قلت ناقص صفر فاصل عشرون. إذا ناقص صفر فاصل عشرون مع الصفر. هذه هي نقطة تقاطع. إذا لما نأتي إليها كذلك نأتي إليها نجدها في هذا الموضع هنا أمامكم. الآن عندنا كذلك المستقيم المقارب العمود الذي هو إكس يساوي ناقص نصف. إكس يساوي ناقص نصف. ها هو أمامكم. هذا هو إكس يساوي ناقص نصف. إذن إكس يساوي ناقص واحد على إثنان. إنه المستقيم المقارب العمودي. وعندنا إجراء كم يساوي يساوي لنا كذلك الصفر الذي هو محور فاصل ها هو أمامكم. لاحظتم الآن بعدها ماذا يأتي؟ ما علينا الآن إلا إتيام بالقيمة الحدية. انظروا القيمة الحدية المحلية الكبرى هذه كم إنها الصفر مع الواحد. الصفر مع الواحد إنها في هذا الموضع نضع شيء يشبه الجبل. أكيد من هنا ها كذا لاحظوا جيدا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي إذن لاحظوا من هنا يأتينا في الأصل من هنا ها كذا ركزوا جيدا ها كذا في الأصل من هنا وننطلق بالسعود لكن أنا أتخذ الوضعية التي تساعد يدي حتى تفهموا جيدا. ثم نأتي إلى هنا ننزل إلى غاية هذه نقطة المعطاف ثم تغير المسار متجهنا نحو Y يسعينا كم يسعينا الصفر ها هو أمامكم ونقول هذا هو اسمه C F فقط أبنائي. أرجو قد تفهمتم إذن ها ومن هنا بدأ بالسعود وصل إلى هذه قيمة الحدية مثل الجبل ثم اتجه نحو Y يسعينا الصفر ها هو أمامكم المنحنى وبطريقة صحيحة مئة بالمئة فقط أبنائي. بعدما أنهينا من هذا الجزء اللي هو الجزء الرسمة نأتي الآن إلى إثناني رومانيقة لتكون الدلاجي المعرفة على المجال من ناقص واحد على إثناني إلى زائد ما لنها كما يلي. جي لإثناني في قوس ناقص X زائد لغاية من إثناني X زائد واحد. قال ألف أدرس ابتجاه تغير الدلاجي إذن نكتب هنا دراسة اتجاه ماذا تغير الدلاجي. جي لاحظوا جيدا نقول الدلاجي قابلة أو تقبل الاشتقاق على ماذا؟ على المجال اللي هو من ناقص واحد على إثنان إلى غاية الزائد ما لنهاية ودلتها المشتقة تصبحنا و جي فتحة لX يساوي. إذا كان عندنا عدد مضروب في الدلاء فاعلموا في المشتقة كذلك يبقى يتبع. هذه احفاظها. سبحانه هكذا. الآن مشتق هذا الناقص X لما نشتقه أكيد هو ناقص واحد زائد. قلنا مشتقة الدلاء لغاية الثمية هو مشتق ما بداخل اللان. اللي هو إثناني على الذي بداخل اللان لإثناني X زائد واحد هكذا. نكمل الآن رويدا رويدا صبح لنا إثنان في نواحد المقام لما نواحد المقام نضرب هذا في هذا. صبح لنا هكذا ركزوا. صبح لنا ناقص إثنان X ناقص واحد زائد إثنان على إثنان X زائد واحد. لم أفعل شيء أبنائي إنما إثنان X زائد واحد ضربناها في هذا الناقص واحد. فتصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي إثنان في عندنا هذا يبقى هو هو. اللي هو لاحظوا جيدا هكذا وهكذا. صبح لنا ناقص إثنان X وعندنا هذا مع هذا يعطي لنا زائد واحد على إثنان X زائد واحد. هذه عبارة الجي فتحة لإكس. الآن نقول إشارة ماذا؟ جي فتحة لإكس أكيد من إشارة ماذا؟ من إشارة ناقص إثنان X زائد واحد. لأن ماذا؟ لأن إثنان X زائد ماذا؟ زائد واحد هذا اللي هو المقام. إنه قيمة موجبة تماما على المجال. لأن مجال التعريف من ناقص واحد على إثنان إلى غاية زائد ماذا؟ إذن المقام موجب. عندنا كذلك هذه الاثنان موجب. من هو الذي يؤثر؟ هو هذا ناقص إثنان X زائد واحد. نبحث عليه أين ينعدم؟ إذن نقول ناقص إثنان X زائد واحد يساوي السفر. ننقل هذا إلى هنا. صبح لنا ناقص إثنان X يساوي لنا ناقص واحد. ومنه X يساوي لنا واحد على إثنان. نأتي الآن إلى وضع جدول إشارة. منه نعطي ماذا؟ نعطي اتجاه تغير هذه الدلة. وبطريقة جد جد سالمة جدا. إذن انتبهوا أرجوكم. إذن دائما أنصحكم باستعمال أدوات المدرسية خاصة المسطرة لرسم هذه الجداول بطريقة صحيحة. إذن عندنا كذلك هنا مجموعة التعريف علينا أن نحترمها. ثم نكتب هنا X من ناقص واحد على إثنان إلى غاية الزائد من النهاية. وعندنا G فتحة لإكس. أين إن عدمت؟ إن عدمت عند الواحد على إثنان. إذن هكذا. إنها عبارة من الدرجة الأولى. انظروا الآن عندنا هنا نقول هنا نفس وهنا عكس. انظروا من هو هذا هو عندنا سالب. فصبح لنا هنا نفس وهنا عكس. ثم نكتب تلك الجمل اللغوية لأنه لما يقول أدرس اتجاه التغير يجب أن نذكر. نقول الدالة G كيف هي متزايدة تماما على المجال. من هو المجال الذي فيه الزائد؟ لهو من ناقص واحد على إثنان إلى واحد على إثنان. ومتناقصا كذلك تماما على المجال الآخر. الذي هو ماذا؟ الذي هو من واحد على إثنان إلى الزائد ملا نهاية. وهنا ترك المجال مغلق لحرج. إنما في مجموعة التعريف هو الذي نتركه مفتوح. لأنه عندنا ناقص واحد على إثنان مفتوح. والزائد ملا نهاية مفتوح فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال هنا نضيف شيء حتى تتعلموا يا أبنائي. لأنه ماذا؟ لأن للإجابة على بيّن أن للمعادلة جي لإكس تساوية صفر حل معدوم وحل آخر ألفا. يجب أن تكون على الأقل عندنا جدول تغيرات حتى نلاحظ شيء معين. ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا. إذا نكتب هنا جدول تغيرات جي. بالرغم لا نملأه بدون نهاية. نصبح لنا هنا إكس من ناقص واحد على إثنان وهو غير معرفة. لاحظوا وانتبهوا أرجوكم. إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الزائد ملا نهاية. عندنا قلنا جي فتحة لإكس. أين تنعدم هذه؟ إنها عند واحد على إثنان. قلنا هكذا. من هنا ناقص ومن هنا زائد. ثم عندنا جهة الجي لإكس. يقول أحدكم نضع في ورقة إجابة نعم. عندنا من هنا نصعد هكذا. ثم عندنا ننزل هكذا حتى تلاحظوا شيء معين. أولا نقوم بحساب جي لنصف. يعني هنا نصف. وهنا نصف. وهنا نصف. وهنا نصف. فتصبح لنا ماذا؟ لما ننشر هذا في هذا. تصبح لنا ناقص واحد لأن هذا يذهب مع هذا. وعندنا أولا هذا مع هذا. وننشر هذا هنا. تصبح لنا زائد ماذا؟ زائد اثنان في لغة الهتمة واحد زائد واحد. لماذا؟ لأن هذا ذهب مع هذا. يبقى لكم واحد زائد واحد. إذن وتسعينا ناقص واحد زائد اثنان في لغة الهتم اثنان. إذن تصبح لنا ناقص واحد زائد اثنان في لغة الهتم اثنان. وهذه القيمة عليكم أن تكونوا على دير بها. إنها قيمة موجبة فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء. لكن يصبح الآن الإجابة واضحة لأن وضعنا هنا جدول التغييرات. بالرغم أنه خالي من النهاية لكن تظهر كل شيء. قال أليف بيّن أن للمعادلة جي لإكس تساوي صفر حلين أحدهما معدوم والآخر ألفا. إذن نكتب هنا البرهان أن للمعادلة جي لإكس تساوي صفر حلين ألف أحدهما معدوم. ما معنى معدوم؟ معنى نعوذ بالصفر. نأتي بجي لإكس ها هي أمامكم ونعوذ بالصفر ويجب أن نجدها صفر. إذن صفر 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 وتساوينا كم؟ وتساوينا إثنان في ماذا؟ في زائد هنا تصبح لنا صفر زائد لغة إثم واحد ويساوي صفر. نقول ومنه ماذا؟ صفر حلا للمعادلة جي لإكس تساوي صفر. هذا الفزر الأول نأتي الآن إلى با الذي هو آلفا. نقول هكذا بما أن الدالة جي كيف هي؟ انظروا الآن أين تلك هي القيم. القيم ما بين واحد فاصل اثنان وواحد فاصل ثلاثة. قال يوجد لنا ماذا؟ يوجد بينهما آلفا. حيث هذا الآلفا إذا نزل هنا يجعلها تساوي الصفر. وعندنا قيمة أخرى هي الصفر كذلك أي أن جي لإكس تساوي الصفر عند الصفر. وجي لإكس تساوي الصفر عند الإكس يساوينا كم؟ يساوينا الآلفا حتى نفهم جيدا. الآن انظروا إلى الدالة من هذا المجال إلى غاية هنا. نقول بما أن الدالة جي مستمرة ومتناقصة كيف تماما على المجال. من هو المجال الذي هو واحد فاصل اثنان وواحد فاصل ثلاثة هذا الأمر. وعندنا وجي لي كم؟ واحد فاصل اثنان يساوي. معناه نأتي إلى هنا إلى الدالة هذه لاحظوا نأتي إلى الدالة هنا ونعوث كل مكان بواحد فاصل اثنان. فسوف نجد بالآلة الحاسبة أكيد نجد قيمة تقريبية إلى صفر فاصل صفر ماذا؟ صفر خمسة. يعني هذا أكيد لما ينزل إلى هنا يصبح لنا أكيد قيمة مجابة. وهذا إذا نزل إلى هنا أكيد يصبح لنا قيمة سالبة. ليس هو إنما صورته حتى تفهموا جيدا. وعندنا كذلك جي لي واحد فاصل ثلاثة كم وجدناه بالآلة الحاسبة كي قيمة تقريبية ناقص صفر فاصل صفر أربعة. فإن صفر ينتمي إلى هذا المجلة التي تحصلنا عليه هو ناقص صفر فاصل صفر أربعة وصفر فاصل صفر خمسة. نقول حسب مبرهنة ماذا؟ القيم المتوسطة فإن للمعادلة أو فإن المعادلة من هي المعادلة التي هي جي ليكس توساوي صفر تقبل حلا وحيدا آلفة حيث هذا الآلفة محصور ما بين واحد اثنان وواحد فاصل ثلاثة فقط أبنائي. بعدما قمنا بالإجابة على هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال باقي الاستنتاج إشارة جي لي إكس إذا نكتب هنا استنتاج إشارة جي لي إكس أولا لاستنتاج الإشارة أولنا نضع مجموعة التعريف عندنا إكس من ناقص واحد على إثنان والثمين ناقص واحد على إثنان إلى غاية الزائد ما لنهاية وعندنا جي لي إكس انظروا بأم عينكم أبنائي. أولا جي لي إكس هنا كم تساوي تساوي لنا الصفر عند إكس كم يساوي يساوي الصفر إذن أولا عندنا الصفر وانظروا إلى هنا جي لي إكس كم تساوي تساوي لنا الصفر عندما إكس كم يساوي يساوي لنا آلفة إذن هذه جي لي إكس تساوي لنا الصفر عند الصفر وعند الآلفة. الآن انظروا إلى شيء ها هو الصفر القيم التي أسفل الصفر كيف تكون؟ تكون قيم سالبة إذن هنا ناقص ثم هذه القيم كيف تكون؟ من هنا إلى غاية هنا كلها تقع فوق الصفر إذن كيف تكون؟ أكيد سوف تكون لنا مجابة ثم ها هو الصفر القيم التي أسفل الصفر كيف تكون؟ انظروا ها هو الصفر انظروا القيم هذه إنها سالبة بما أنها سالبة ننقولها هنا هذا هو الجدول إشارة أو إشارة الجيل إكس على المجال من ناقص واحد على اثنان إلى غاية الزائد ما لنهاية فقط وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته